اهلا يا سيد احمد اولا مبروك ليك والشعب مصر كله والجيش مصر والشورطة مصر والقضاء الشامخين في مصر والسادة الرئيس الحقيقة يعني انا سعيد جدا بكل المظاهر اللي حصلت للاحتفالية الوطنية لحامية الحب للوطن اولا لمصر اولا ولرئيسة حقيقة انا يعني سعيدت كثيرا لما شفت الانتبعات برا وسلقيت مجموعة كبيرة جدا من المخلمات من الاصدقاء البرلمانيين والسياسيين من كل بلاد العالم الحقيقة من الاصدقائي وهم بيقولوا مبروك انتوا اثبتوا فعلا انتوا شعب عريق شعب قصير شعب محترم واحنا بدأنا نعرف معلومات كتيرة جدا ما كناش نعرفها قبل كده من كل اللي احنا سمعناه واللي كتب من الناس الليها مصدقية ولها امانة وبقول الحقيقة ايه انا الحقيقة عايز اقول لك ان اللي حصل ده وخروج الشعب ومبيعة الشعب لسيد الرئيس بمنتهى الامانة وبمنتهى المصدقية هو حصاد حصاد الوطنية حصاد العمل حصاد التضحية حصاد الامان اللي عيشناه وحصاد رجل وطني محترم قدم حياته كلها عشان مصر وعشان شعب مصر وعشان تاريخ مصر انا عايز اقول لك انه المحامة دي بتتخيلس وصلت لعالم بره ازاي وخزلت اهل الشر وخزلت من يريدون الخاونة دول اللي ارادوا في مصر ان هما يسقطوا مصر او يسقطوا تاريخ مصر او يسقطوا كل المبادرات الفشلة اللي حاولوا يعملوها من اجل نايمة من مصر عايز اقول لك احنا النهاردة يعني انا سعيد جدا طبعا وشوفت اختار بسيد الرئيس النهاردة وهو بيكلم بمشاعر الصخر والاعتزال هي معركة هي معركة حقيقية وانتصرنا فيها وانتصرنا فيها لقوة الشر لكلها مش الجمعات الارهابية بس لا لا في جامعات ثانية خبيثة متربصة بمصر وفي جامعات الارهابية اللي عاوزة انها يعني اتدمر مصر تدبير وتقتنس من شعب مصر لكن الحمد لله شعب مصر كان اسكر كان شعب العبقاري ده فهم مش هدحق عليه تاني بره بيشوفوا ازاي 24 مليون نزلوا للإدلاء بأصواتهم منهم 21 مليون او 800 اه لسيد الرئيس والباقي توزع ما بين بطر والمهندس 24 مليون نزلوا دول بيعنوا ايه الخارج شايفهم ازاي انا هي در لسالة حقيقية لمشاعر مصر الاصيل اللي رغم انه يمكن عانى من الصعاب نتائج كل اللي حصل بعد 25 يناير عانى الشعب المصري كتير جدا ويمكن صورة الاصلاح الحقيقية اللي عجناها احنا صعب الناس كتير جدا من ناحية الاقتضايا بالذات لكن الشعب المصري عنده حياته وكرمته وطاريخه وشرفه وعرقته قبل كل اعتبار هنا دي الرسالة الحقيقية اللي قدمها لما يزيد النهاردة شعبية الرئيس ويتقدموا اكتر من الدور اللي فات دي رسالة للعالم ان مصر بخير وشعبها كله يقف خلف السيد الرئيس رغم كل اللي حصل كله لكن احنا نسق في هذا الرجل نسق في وطنية واخلاص ووفاء هذا الرجل عشان كده احنا بنقول للشعب للعالم كله بقى مش هتتحقوا على النتائج وبنقول للخونا الخونا اللاجئين النهاردة اللي قاعدين في ازاعات العالم واصبحتات العالم برا قاعدين يقلفوا قصص كاذبة عشان يجذبوا ويضللوا بيها العالم لا الصعب المصري مش هتضحك عليه والعالم برا برق يقر في الحقيق برق يشوف النهاردة ميدي المصري كلها يبتدغمنا قبل الانتخابات على مدى شهرين دي فات والنهاردة الشعب كله طالع هو الشعب كله جميع ميادين مصري للنهاردة طرقته بتغني بتغني ليه؟ بتغني لانه عنده امل في المستقبل عاوز الاتقرار عايز البناء عايز النهاردة عايز التنمية الحقيقية اللي احنا بنشوفها في مصدقية هذا الرجل احنا لما دينا له صوتنا كنا عارسين امكانياته ايه والرجل اشتغل بكفاح انا اتحدى اي رئيس في العالم عمل اللي عمله في الاربع سنين دي بهذا الوفاء وبهذا الوقت الانجازي الكبير اللي حصل كله اللي الشعب كله لمسوا وعاشوا وشافوا لكن الحقيقة يمكن في قصوص دي جدا في بعض المعلومات انها تصل للخارج لكن المصريين لما خرجوا برده في الدرسالة خباتوا على اللي حصل في فرد مصر كانت برده محلة على البكبير اللي حصل النهضة اللي حصل دي في مصر وحقوق الناس في الميادين والتعبير عن مظاهر المرحمة الوطنية بالاحتفال وبالرأس وبالغنى الاغنى الوطنية يمكن كل واحد كان بيغنى اغنية وطنية كان بيزعج وكان بيخدش كذب وبيبضح كذب هؤلاء الخاونة اللي برأ دول خاونة اللي هما لاجئين النهاردة بنا موطن دول خاونة اللي قاعدين بيطلقوا في زعادة العالم النهاردة يتكلموا عن مصر أو يشوهوها كذبا والعالم كله عرف ان هما كذبين ولا مصدقية ليهم النهاردة احنا عايز اقول ان احنا يمكن دينا رسالة محضرية محترمة في تحضر وعاوز اهل سيد الرئيس تهنئة خاصة وقوله ان شعبك شفت مزار حب واحنا يعيشنا معك اربع سنين في منتهى الفخر والاعتزاز والمصدقية والشفافية شكناها معاش وحنكمل ان شاء الله معك الاربع سنين وحنبني مصر المستقبل وحنبني مصر الحضارة الحديثة وحنقول للعالم احنا المصريين فعلا اللي عندنا رسالة من اجدادنا التاريخية هنكملها النهاردة ببناء الحضارة الحديثة بتعتبر ما حدث اليوم ايضا تفويض شعبي جديد للسيد الرئيس تفويض انا عايز اقولك بقى انا عايز اقولك بقى دي ثورة ثورة تأييد ثورة حب ثورة لتأييد السيد الرئيس طبعا من ناحية القانونية والدستورية هي فترة الاسية تانية لكن هي مبيعة على مياد على صفحة يعني توقيع الناس لطلع كلهم بقول الرئيس ده احنا اناسق فيه نحنا احنا بنبدلج هذا الحب وهذا الاحترام وهذا التقدير اللي انت عيش بل شعبك احنا بنبدلج واكتر لان انت كنت رمز للمصدقية انا النهاردة تعارف بالصفة النهاردة بشوف كده في النت وحاجات القديمة لقيت ديت كروز ده دراجل كان مرشح امريكا تعرف قال ايه ده وهو في كونجرس بيقول لهم احنا عاوجين رئيس في امريكا زي الرئيس السيسي له مصدقية وله كلمة ويعرف كواس اوي ازاي حارب الارحاب شو عاو بيطلب ايه بقى بيطلب الشعب الامريكي انه هو ينتقب رئيس بمواسطات الرئيس السيسي في مصدقيته وفي التزامه وفي حب الشعبه في علامات النهاردة العالم بلغم انه في محاولات طبعا من ناشة اهل الشهر ودول بيحاولون اللهم بيكلموا ويعملوا ده النهاردة الناس ده على مستور ما فيه على مستور في القيادات العليا في العالم كله عرفوا مين شعب نصر ومين هو الرئيس السيسي وعرفوا العشق اللي بين الشعب والرئيس والرئيس والشعب خلاص الموضوع يا احمد بيه انا يمكن اه اه عايز اقولك اه كل الخداع والحسن قبل كده ما عادش يخيل على الشعب المصري اللي خشت عليه تاني لا احنا فيمنا الناس كانوا عايزة ايه والنوايهم الخبيثة كانت ايه وشفنا اهل الشر دول كعملوا ايه في نصر السنة وشفنا النهاردة ان كل واحد فيهم النهاردة بقيتين لكن الشعب النهاردة خد قرار خد قراره للبناء والاستقرار والاستدمية وللنهار الحليس وان شاء الله الاربع سنين جايين دول هيجب للحصاد هيجب للحصاد اربع سنين يمكن كان فيهم يعني شقاء لحد كبير في العمل المدني وفي الالتزام وفي التضحية كل اسرة ضحة وكل لجل في مصر ضح الفاتر فاتر دي من اجل امن وامان واستقرار انا عايز اقولك الفترة اللي جاية هي فترة الحصاد فترة يمكن النهاردة سيد الرئيس عبر بكلمة تكلم فيها عن نوعية جودة الحياة ويمكن ده ده تعبير مشطلح سيد الرئيس النهاردة اول مرة يتكلم عنه وده في اشارة واضحة انه بيكلم على الحصاد الفترة اللي جاية وبيكلم عن جودة الحياة للمواطن جودة خدمات للمواطن جودة الرفاهية اللي ممكن يعيشها شعبنا ان شاء الله الفترة جاية دي نتيجة كل الاعمال العظيمة اللي عملها هيجنس مرة وهيكمل لسه فيه تحدي كتير وفيه مشغل كتيرة جدا وفيه اعمال كتيرة جدا فيه التخصيص اللي جاي انا على يقين النساء الرئيس حينجح وشعبه خلفه والعقول النييرة المصرية اللي بنت الاربع سنين اللي كل سنة فيها تقدر بعشر سنين هتتمل وحتتمل ان شاء الله الاربع سنين اللي جايين دول برضو كل سنة فيها بأكثر من عشر سنين وحنشوف بقى مصر المصر الجميلة مصر الحضارة مصر الانتاج مصر الانتاجية مصر اللي احنا اتغنى بيها جمام دولة متقدمة بقى احنا على طريقنا النهاردة عشان نفتش فرشة جديدة للعالم احنا النهاردة بنعمل البنية الاساسية المصر اللي نخاطب بيها العالم كله احنا على الطريق الصحيح احنا بنبني حقيق بنبني يعني دعائم دولة عظيمة دعائم دولة ديمقراطية دعائم دولة تبغى انها ترسم رؤى مستقبل طموح ما هواش مجرد الطموحات التقليدية الصغيرة موضوع الاولاني انا عاوز احييل استاذ موسى علي موسى مصطفى موسى مصطفى الحقيقة يعني انا هذا الرجل احترمته جدا اولا في التحضر في العاملية المتخابية ثانيا انه اقدم صورة مشارفة بمرشح الرئاس اقدم صورة محترمة زي يتعامل مع الناس وزي يقدم نفسه وزي يستفع هو يمكن كلنا يكونوا علاقين بفوز الرئيس لكن هو ده خض التجربة ويحترم ويقدر وكل شعب مصري احترمه لنتيجة خوض هذه التجربة ان شاء الله اخير انتعابات اللي جاي نلاقي عشرات منهم بتقدمين ونشوف صورة ديمقراطية اقوى انا عارف يبقى ان الناس كلها ما خانتش لما مش معروف او الناس كلها ما خانتش قادرة تاخد قرار لانه قال عارف انه هو مش حينجح لكن النهاردة الحصاد جاي والدعائم ديمقراطية الفترة اللي جاية دي ونشاط الاحزاب السياسية ان شاء الله هكون اقوى وحنشوف ضراء جديدة من الشباب تتقدم وحنشوف مع النهضة اقتادية نهضة سياسية ونهضة اجتماعية جنبا لجنب وزي ما ساعتك تفضلت دلوقتي وانا بحييخ على فكرة رشيد احمد انت رجل الحقيقة انا ما تعودت اول مرة في حياتي اول لكذا انت رجل وطني من الطراز الاول وراجل مسموع النهاردة بجب تجتمع في الداخل وفي الخارج ومحطات امريكا كلها ومحطات العرب والمصريين اللي موجودين في كل انحاء العالم يتبعوك وعارفين ان انت وقالاتك بتتسجل فيها قناة وطنية محترمة وانت يعني يمكن مجهود بزلته مجهود كبير جدا 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 وانا اعرف انت تعمل ايه انت ورجال ادادك وانا بقولك بامتياز اللي تقدموا للعالم كله سورة مصر الحقيقية في شعبها واحتفالاتها وفي قضاءها وشهرتتها وقواتها المسلحة وفي محاربتها الارهاب وكشف كل الخداع اللي حصل انا بحقيت انت بذلك هي خاصة وكل من حولك وكل من شاركك حتى من معزيمك وحتى من ناس اللي تدعوهم للدخاء الحقيقة مصر قدمت يعني ملحمة وطنية محترمة قالت فيها للعالم لا خلي بالكم احنا مصر هي دي مصر هي دي حقيقة مصر وما تنخدعوش بأي أكاذيب برها نعلم النهاردة خدوا الضربة القضية في كل يعني مساركهم اللي وصلتهم للهاوية وفي كل يعني كل اللي تدعوه وعملوه كذبا ورياء ونفاقا بخيانا مصر خدسوا في العالم كله بس نزول الناس يا محمد بي نزول الناس اكد انه الناس دي غير مقنعة وما حدش بيقتنع بيهم خلال يعني فشل زريع ليهم هو الوقتي الحقيقة الحقيقة فيديو الحقيقة صورة الحقيقة صوت الحقيقة شعب صالح وهيكدبه زي ده هو مش لقى حاجة يقولها بصر يقدب يقلف قصص يجيب مزاعم كاذبة يجيب شطات بقلفها هو مركبة هو عشان يخدع بها الناس لا الناس بقت عرفة يا بس نحمن الناس بقت عرفة عرفة ان دول كذبين ومقبورين وبيجروا ورا مصالحهم الخاصة يعني تخيل واحد بيزيع من القناة برا بيشتم فيها شعبه وبيشتم فيها جيشه وبيشتم فيها رئيسه ده تقول عنه ايه انه خاين واعلى درجات الخيانة تتخيل تتوقع منه ايه انه يكون كذاب وخاين ومفتشي وهو نهاردة بقى لاجئ بقى لاجئ بقى لاجئ المستقية الوطنية الحقيقة كانت ظهرة في شبابنا وفي رجالنا وفي الحقيقة مجموعة جبدة جدا من الاعلاميين انا كنت بارى الحقيقة المقالات وبارى محطات التلفزيون المصرية والعربية والاجنبية وتنتابع بمنتهى الدقة كل ما يحدث انا صخور بالاعلام الوطن المحترم سواء كان في مصر او خارج مصر لان حتى في بذل العربية كان فيه بعض بعض الناس بيعامل له اشارات صادقة وبينتقوله الصورة بوضوح وبعمال وفي بعض الناس المستشعر يغيروها ما انتعاد بقى دون مساكهم ايه ويروح على فيه صحيح يعني التاريخ بيكتب وبتاريخة اللي بالك اللي بيكتب مرضى واتنين بيتصدح وبينكشف وينكشف انا يعني لو تشوف مقتمرات اللي حصلت انا مش بالموضوع الحديث لكن اه ايه بقى كده خش كده على المؤتمر بروكشل ومؤتمر مدريد لمحاربة الارهاب شوف الكلام كله كل الكلام وكل الجلسات مصابة عالميا كل الكلام اللي موجود فيه شوف الدولتين اللي رعايتين لارهاب شوفهم هما قطعوهم ازايك بروكشل كل الدول الموجودة الاوروبية والعربية والاكبابين اللي موجودة من دول المسالفة شوف هما قد ايه فضحوهم بالمبارسات بالمستندات وبالاوراق وبالمعلومات عاوشقول ايه افتر بكده العالم هما هما كشفوا خلاص ويتعرف الدولتين اياهم دول معروفين هما ايه وبيعملوا بيه وبرعوفين وبيهم اين ومسحتهم ايه واللي حواليهم الابيضة اللي حواليهم دول هما نفس الموضوعات اللي معاها انا عايز اقولك يعني عشان اصير اكثر من كده يعني تحية للشعب المصري العظيم انا فخور ويمكن ان اتهى في المؤتمر اخر قبل الانتخابات صحيح انا براهن على الشعب المصري وانا اعرف عراقة الشعب المصري وانا على يقين ان الشعب المصري حيدي الرسالة القصة دي للخاونة والمجرمين باره وقد كان ان الحقيقة فخور ان انا نكون مصري وفخور بالشعب المصري في كل مكان شبابه ورجاله وشيوخه ونساءه وحتى الافتار الصغيرين قرب القرصه حتى الشوالع كلها ونحن على يقين ربنا سبحانه وتعالى هيكمل فرحتنا وحنبني مصر عظيمة واشكرك واشكر كل جماعة اللي معاك اللي ساعدونا على اعجاز النجاز الضخم الحقيقة في كل سواء كانت الصناعة عندنا احنا او كل الاعلاميين في كل القنوات وفي الصحفة وفي المجلال وفي الراديو وفي كل حاجة بحييك وبشكرك شكرا جزيلا